الوصف التقني لرمز مشكلة أوبي دي اثنان مستشعر ضغط سائل ناقل الحركة مفتاح الدائرة بمنخفض ماذا يعني ذلك ينطبق رمز مشاكل تشخيص المحرك مجموعة المحركات العامة هذه عادة على جميع المركبات المجهزة بأوبي دي اثنان بما في ذلك على سبيل المثال للحصر شفروليه أكورا هوندا زحل جيب تويوتا ألخ إلى جانب جسم الصمام داخل ناقل الحركة على الرغم من أنه قد يوجد أحيانا مثل تنفي جانب علبة الجسم نفسه يحول تي اف بي اس ضغط النقل الميكانيكي إلى إشارة كهربائية لوحدة التحكم في مجموعة نقل الحركة بي سي ام أو وحدة التحكم في النقل تي سي ام عادة يقوم بي سي ام تي سي ام بإبلاغ وحدات التحكم الأخرى باستخدام ناقل اتصالات البيانات في السيارة يتلقى بي سي ام تي سي ام إشارة الجهد هذه لتحديد ضغط تشغيل الإرسال أو عند حدوث التحول يتم تعيين هذا الرمز إذا لم يكن ادخال بهذا طابقا لجهود التشغيل العادية المخزنة في ذاكرة بي سي ام تي سي ام قد يكون أيضا بسبب مشاكل ميكانيكية داخلية داخل ناقل الحركة ارجع إلى دليل الإصلاح الخاص بالمركبة لتحديد الدائرة بي لسيارتك عادة ما تكون بي صفر ثمانية أربعة سبعة مشكلة في الدائرة الكهربائية دائرة استشعار تي اف بي اس لا يمكن تجاهل هذا في مرحلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها خاصة عند التعامل مع مشكلة متقطعة قد تختلف خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها اعتمادا على الشركة المصنعة ونوع مستشعر تي اف بي اس وألوان الأسلاك ذات الصلة مستشعر ضغط السائل المتغير رموز الدائرة بي بي صفر ثمانية أربعة خمسة ناقل الحركة مستشعر ضغط السائل تبديل بالدائرة بي صفر ثمانية أربعة ست ناقل الحركة مستشعر ضغط السائل تبديل بنطاق الدائرة الأداء بي صفر ثمانية أربعة ثمانية مستشعر ضغط السائل تبديل بالدائرة العالية بي صفر ثمانية أربعة تسع ناقل استشعار ضغط السائل تبديل بالدائرة المتقطعة شدة الكود وأعراضه تعتمد شدة الخطورة على الدائرة التي حدث فيها الفشل وبما أن هذا يمثل عطلا كهربائيا فيمكن أن يعوض PCM-TCM إلى حد ما قد يعني الفشل أن PCM-TCM يعدل تحول الإرسال إذا تم التحكم فيه إلكترونيا قد تشمل أعراض رمز المحرك P0847 مايلي ضوء مؤشر العطل عند التغيير في جودة التحول تبدأ السيارة في التيروس الثاني أو الثالث الوضع الضعيف الأسباب التي تؤدي عادة إلى تعيين هذا الرمز هي قصير إلى الأرض في دائرة الإشارة إلى مستشعر TFPS مستشعر TFPS فاشل محتمل تم تقصيره داخليا من المحتمل فشل PCM غير مرجح البرمجة مطلوبة بعد الاستبدال إجراءات التشخيص والإصلاح نقطة البداية الجيدة هي دائما التحقق من نشارات الخدمة الفنية تي أس بي لسيارتك الخاصة قد تكون مشكلتك مشكلة معروفة مع إصلاح معروف وضعته الشركة المصنعة ويمكن أن يوفر لك الوقت والمال أثناء التشخيص بعد ذلك حدد موقع مستشعر مفتاح ضغط سوائل ناقل الحركة TFPS في سيارتك الخاصة عادة ما يتم العثور على TFPS متسلا بجانب جسم الصمام داخل ناقل الحركة على الرغم من أنه قد يتم العثور عليه أحيانا مثل تنفيجان بعلبة جسم النقل نفسه بمجرد تحديد الموقع افحص الموصل والأسلاك بصريا ابحث عن الكشت أو الفرك أو الأسلاك العارية أو حرق البقع أو البلاستيك المذابي افصل الموصل عن بعضها وافحص أطراف التوصيل بعناية الأجزاء المعدنية داخل الموصل تحقق مما إذا كانت تبدو محترقة أو ذات لون أخضر يشير إلى التآكل خاصة إذا كانت مثبتة خارج علبة الإرسال استخدم منظف تلامس كهربائي وفرشات بلاستيكية إذا كانت هناك حاجة لتنظيف الأطراف دعه يجف وضع الشحوم الكهربائية حيث تتلامس الأطراف إذا كان لديك أداة مسحة أمصح رموز مشوكل اللاتشخيص من الذاكرة وتحقق مما إذا كان رمزا بي صفر ثمانية أربعة سبعة يرجنع إذا لما يكن كذلك فمن الامرجح أن تكون مشكلتك كوي إلى اتصالات هذا هو أو لم جال الأكثر شيوعا للقلق بلا نسب لهذاي إلى رمز نظرا لأن انت وصيلات النقل الخارجي لديهاي أكبر عد من المشكلات المتعلقة بالتأكل إذا عاد رمزا بي صفر ثمانية أربعة سبعة فصحتاج إلى إختبار مستشعر تي أف بي أس والدور المرتبط تي با باستخدام مفتح إيقافي التشغيل افصل الموصل الكهربائي في مستشعر تي أف بي أس قم بتوصيل سلك اسويند الفوتمتر الرقمي دي في أو أم بضرف مرجوعني أرضي أو منخفض في مصل تسخير أسلاكي مستشعر تي أف بي أس قم بتوصيل إلى طرف الأحمر من الفوتمتر الرقمي بضرف إلى أشار في مصل ضفيري الإساليك بمستشعر تي أف بي أس قم بتشغيل إلى مفتاح على اللمحارك تحقق منام وصفات أو لشرك المصنعي إجب قريئة إلى فولتمتر إماو 12 فولات أو 5 فولتي تذبذب لا تصولات لمعرفة ما إذا كانت تتغير إذا كان الجهد غير صحيح افقم بأصلح سلك التاق أو الأرض أو أستبلو بي سي أم تي سي أم إذا نجح الأختبار السابقة افقم بتوصيل إحد أطاري في مقياسي الأميال بترف إلى أشار في مستشعر تي أف بي أس والآخر إلى إلطر في الأرضي أو المرغي المنخفضي في المستشعر تحقق منام وصفات أو لشركات المصنع تحول مقاومة أو لمسات شعر لاختبار مقاومة أو لضغطة بيطقة عند عدمة وجويد ضغوط علينها حرك الموصل عند مستشعر مفتاح ضغط مائع ناقل الحركة أثناء مراقبة أو لمقاومة إذا لما تمرق رؤات إلى أومتر ستبيدل تي أف بي أس إذا ميرت جميع الإختبارات السابقة وستميرت في الحصول على بي صفر ثمانية أربعة سبعة فمن المرجح أن يشير ذلك إلى فشل ما ستشعر تي أف بي أس على لا الرغم من أنه لا يمكن أو استبعاد فشل بي سي أم تي سي أم أو لا يمكن أن يعطي الأولاء رسال الداخلية حاية تمسي التبدال مستشعر تي أف بي أس إذا لما تكن متأكدا فاطل بلومس وعدة من طبيب تشيخي السيئرات مدربة إجب برمجة بي سي أم تي سي أم أس أو معايرتها في إلسيار لتثبيتها بشكل صحيح ترجمة نانسي قنقر